نروح لنادي الاتحاد شايف أداءه وإيه الموسم ده لا أداءه كويس جدا مبسوط جدا كابتن طاري العاشر هامل فرقة كويسة جدا للتحدي الحمد لله آخر فترة آخر ادتات أربع سنين في امكانيات الحج محمد موفر لهم كل حاجة كل الامكانيات موجودة ماديا وبشريا تلبي أنت كابتن أربع سنين في الاتحاد صح كده؟ أنا عدت ثمان سنين في الاتحاد ثمان سنين في الاتحاد وأربع سنين في سموح ثمانية أربعة في سموحها ومشيت سنة ورجعت أضيت أربعة تاني تمام نكمل فالاتحاد لا الاتحاد عامل تيم كويس ومعهم ندرب كويس جدا فأنا أتمنى أن الاتحاد برضو ينافس يعني احنا عندنا في في الاتحاد وده ما يميزه يعني فيه فرودة وفيه هدفين كتار في عندنا ما بلولو وعندنا أخوك فادي فريد تشابه فريد بس يعني مبسوط أن الاتحاد عنده فرود جامد جدا واسموحها عندهم فرودين جامدين فادي وحسام حسن زمان ما كناش بالله الموضوع سكن صعب أول أن انت تلاقي في فرق غير الأهل والزمالك فرودة موضوع ده احنا كنا بنعاني منه خمس ست سنين اللي فاتوا فأنا مبسوط أصلا الاتحاد عندهم فرود فعلا فعلا يعني أنا بهن الحج محمد مسالحي جاب فرود بصراحة فرود جامد واسموها نفس القصة فادي ماشي بشكل كويس جدا حتى الماتش اللي فات وحسام ماشي مع اسموها برضو بشكل كويس جدا فدي حاجة كويسة للأنداء دي أعتقد الاتحاد عنده ماتش مع نادي الزمالك يوم الخميس شايف الماتش ممكن يمشي في أي اتجاه هل اتجاه اللي هنو نتكلم عليه اللي هو دفاع ثم دفاع ثم دفاع ونلعب على هجمات المرتدة ولا ايه يعني يمكن تكون في الأمور هو الكابتن طاري العشرة عنده سيستم من زمان ماشي به فطبيع ان الكابتن طاري انه بيدفع طول الوقت وبيحاول نلعب على هجمات المرتدة او الكور السابتة وده تاكتك بتاعه وده حاجة حاجة مميزة ان انت مدرب بيشتغل على هدف يعني هو مش هيغير في حاجة هو شغال السنين اللي فاتوا بالشكل ده ودي الطريقة اللي بتمشي معاه وهو شايف ان الطريقة دي مناسبة للعيبة الدور المصري فلا وبينجح بها كتير فلا هو نفذ الطريقة دي بتاعه وكسب بالزمالك فهو برضو حاجة كويسة يعني من مفاتيح اللعب اللي هو ممكن يستغلها في الفريق فلسكوهات بتاعه هو الفيرود الفيرود بتاعهم هوما بيلعبوا طول المتشاط على هجمات المرتدة والفيرود بتاعهم بسرعة لسرعته انت فهين فالموضوع ده بالنسبة للمدربين كتير ان انت يبقى عندك فيرود سريع تستخدمه في الهجمات المرتدة ويخلص لك المتش دي بالنسبة للمدرب حاجة كويسة جدا يعني اشتركوا في القناة